كنا طبعاً عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن مشروع الضبع النووي وعايزين نعرك كمان في الفوائد اللي هتعم على الدولة من المشروع ده طيب الأول نقول إن المشروع النووي حلم كنا بنحلم به من أيام الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر أيام بدأ في الخمسينيات في المنتظر في الخمسينيات جمال عبد الناصر قال إن احنا عوزين نوطن التكنولوجيا النووية في البلد لأنه كان قال إحنا عصر البخار فتنا وإحنا العصر نوم بدايته فعوزين نوطن التكنولوجيا النووية في المصانع وجميع المجالات لأنه كان فاهمة وعوز إيه فدي عقيدة عقيدة إن احنا المشروع النوو ده يبقى أمن قوم التكنولوجيا يدخل البلد عشان يرتقي من الصناعات ومن جميع الأوجه الحياة صراحتنا فحصل من أيام الرئيس جمال عبد الناصر 64 كان فيه حولها فشلت و74 فشلت أيام رئيس السادات 79 أيام رئيس السادات فشلت برضو 83 أيام الرئيس حسن مبارك فشلت فلأن في الفترة دي ما كانش فيه إرادة سياسية كان فيه مشاكل في البلد عشان حرب الحروب اللي دخلناها وكانش فيه إرادة سياسية يعني 2015 عشان كفيه إرادة سياسية قدرنا نعمل مذاكرة التفاهم بيننا وبالروسيا وكان الحل الوحيد أننا لازم نروح الروسيا وإحنا كفانيين كنا بنقول كده لأن الغرب كان واقف ضدنا صراحة أسباب؟ آه لا أسباب يعني ولله الحمد للقيدة الساداتية عندها نعم الفتانة عندها فيجن عندها رؤية فأخذت القرار والقرار إرادة ف2017 في ديسمبر وقعنا العقد على أربع محطات أو أربع مفاعلات البداية لأنه ده مشروع نوي وإذا ما قلنا أنه هو أمن حاجة في التكنولوجيا أمن قوم التكنولوجيا ده مهم جدا هنعرفه ليه فالكهرباء آه تلديك كهرباء لكن هو أمن قوم التكنولوجيا وعشان كنا هما كانوا بيبعدوا عننا مش عاوزين يدوني حاجة وكان بالأمر مباشر مع روسيا عشان تدخلي فيه مناقصات هيلعبوا بيك واشتغد حاجة فكان لابد أن ندخل بالأمر مباشر إرادة السياسية 2017 مدينة على العقد من 2017 أربع وحدات المشروع النووي لا يخلع نشر محطة نووي محطة الضبعة النهاردة فيها أربعة إن شاء الله ممكن يوصل لثمانية لأن الموقع نفسه ممكن يشيل ثمان محطات نووي يشيل ليه؟ لأن التبريد ماء التبريد أنت على البحر بحر واسع بتقدر تاخد ماء التبريد تبرد بيه فالموقع يشيل الضبعة وممكن برضو يشيل الضبعة لكن نقول موقع ممكن يشيل ثمانية إحنا المشروع 20 محطة نوية أو 30 أو 40 إن شاء الله نفتح إن شاء الله يعني